موسيقى أكيد الأم مهم جدا تكون شخصيتها قوية لأنه هي نموذج أمام الطفل هي أهم نموذج في الخمس سنوات الأولى للطفل لحتى يكون مفهوم عن ذاته فبالتالي في أمهات كثير لما يحكوا معي بقولولي أنه ابني ضعيف وما بيدافع عن نفسه لما حد يحكي معه يدايق وبيبكي على طول فعليا بيكون انعكاس لشخصية الأم غالبا إلا في حالات بيكون هو طبيعة الطفل هيك شوي خجول لكن الأساس هو شخصية الأم لأنه لما نرجع من الأم هي أيضا بتتأثر سريعا بالتعليقات السلبية بتبكي بسرعة ما بتقدر تواجه للآخرين يعني همسة أنا بأعتقد ما شاء الله يعني عليك قدمتي برامج جزاعية في مجال الإعلام وأنت إعلامية كمان واهتميتي بجانب الطفل والأسرة يعني دخلتي بأبواب واسعة بهذا المجال أسليب خاطئ أحيانا بتطلع منه من الوالدين بطريقة غير مفهومة يعني أحيانا الوالد والوالدة مثلا الأب والأم ما بيعرفوا أنه هاي التصرفات خاطئة مع الطفلهم خاصة خاصة وقتها بتكون الأم معصدة بالبيت مازبورت فبتيجي بتفش خلقة بصطبي بحطها الطاقة لعنها هذا منتشر بشكل يعني كبير صراحة يا أخي أنا شو عملت لك طعمت فتال طبع أنا بقول لأم اللي بتحكي هيك بقولها يعني طب أنتي ليش ما بتفش لك بالأب يعني بتقولي أنا معصبة ومضغطة طب ليه ما عصبتي وطلعتي ضغوطاتك على الأب يعني لأن الطفل هو الحلقة الأضعف فطبعا بصير التفريغ فيه فأحنا عم نحكي على قوة شخصية الأم إمتى بتظهر ضعف شخصيتها وبينعكس على الطفل من الاستشارات اللي بتيجيني أنه لما يكون فيه اجتماع للأقارب أو للأصدقاء وصير تعليقات سلبية على الطفل الأم تقف عاجزة عن الرد تقف عاجزة عن أنها تحمي ابنها من التعليقات السلبية وأثارها النفسية عليه وحيانا بتكون من باب المزاح يعني الجد أو الجدة أو العم أو الخال الأقارب بيكون مزاح ثقيل لكن تأثيره النفسي السلبي على الطفل بعيد المدى وبيعمل على إنقاص تقدير الطفل لذاته فهون الأم تيجي تقولك أنا ما بدي أعمل مشاكل ما بدي أتصادم مع الأقارب والأهل وهما بيمزحوا معه لكن الطفل بيكون عم يبكي وبيلجأ للأم بصمت ودموع أنه أنقذيني ساعديني لا تتركيني فريسة لمزاحهم الثقيل وتعليقاتهم السلبية الأم هون محتاجة تكون ذكية قوة الشخصية مش معناها أني أنا أتصادم أو أني أنا أتضارة أو أتخانة أو يكون اللساني صليت أو أني أنا أعلي صوتي لا بحزم وذكاء وهدوء كامل أنا بقدر أضع خطوط حمراء وأوصل رسالة للموجودين أنه ابني خط أحمر وما بدنا التعليقات السلبية خلينا نعطي مثال حتى مثلا نشوف كيف الأم الذكية ممكن تتصرع لو مثلا أنا ابني مثلا بدين وحصلت له مثلا في جمعة من الأقارب سخرية على جسمه وأجاني يبكي كيف ممكن أرد بطريقة ذكية لبقة ما يحصل صدام بيني وبين الجمعة اللي أنا قاعد فيها وبنفس الوقت أرد له حق أو أو شخص زيطة بأخذ ابني من إيده تعال تعال يا ماما بوقف قدامي الكل لو سمحته فلان ما شاء الله ماشي معاي على نظام غذائي وعم يسمع كلامي وعشان أنه يصير جسمه قوي وسليم ما تجي بصير تلبدانة أبدا عشان يصير جسمه قوي وسليم وهو ماشي على النظام الغذائي اللي احنا اتفقنا عليه أنه نقلل الحلويات والشوكولاتة لكن لو سمحته محد بعد هيك يعلق ويقول هذا الكلام تعيد الجملة اللي قالوها محد يقول هذا الكلام لأنه لو سمحته أنا ما بقبل حدا يقوله هيك هي هون وصلت الفكرة بطريقة لبقة لازم تكون حازمة اللي بدي يزعل يزعل صح لنحن شدنا أغلى من ابني نعم احنا قلنا الرسالة بطريقة لبقة جميلة أنا هون أكدت لابني أني أنا سندك أنا أمانك أنا موجودة وقت ما تحتاجني والتعليقات السلبية هاي حتخف مع الوقت ما حتتقف من الأول لكن حتخف مع الوقت وحيتوصل الرسالة للأقارب واحد ورد ثاني أنه هذا الولد عنده خط أمان يحمي والطفل حيصير بعد هيك هو اللي يرد بهذا الرد احنا ما بدنا نكون دائما إحنا اللي نرد عن الطفل انتي بعد هيك أعطي العبارات اللي هو يرد فيها بطريقة لبقة حتلاقيه مع الوقت كل ما كبر صار عنده الشجاعة أنه يقول لا أنا ما أشعر نظام غذائي وأنا ما شاء الله كويس وعم جسمي قوي أيوة وأنا بحب نفسي هيك لازم يحب نفسه للأسف اللي عم بصير العكس أيوة اللي عم بصير العكس اللي هي بتحس أن الأم إيان تيجي بتأخذ هي بتحط للعقدة على الطفل بصير الصبي حرام لا حول ولا قوت أيوة بتضغط عليه وبتصير طريقة قاسية وعنيفة تمنعه عن الأكل فبصيرت فعل عكس عند الطفل أنه يتمسك أكثر بالحلاميات بو إحنا ما عندناش ثقافة لأة بشكل مزبوط إحنا لأة لأة على طول دون نقاش من دون سبب دون نقاش دون نحنا نشرح أنه ليه أنا بقول لأة على الشيء ده بل بالعكس أحيانا الأمهات بتساعد الأطفال على ارتكاب الأخطاء أو أفعال الخطأ اللي هو اضرب عمه إذا اللي يجتمك في المدرسة اجتموه واضربه اللي يقول لك كلمة وحشة الأمهات بتفهم من دي قوة للأسف الشديد وبيفضل الطفل معتمد على أمه في كل حاجة أنا والله ماما قايت لي كنت أنا ماما قايت لي اضرب اللي يضربك ويجتمل في جديد مهمة من قوة شخصية الأم في مواجهة عنف الأب في كثير من الأسر فيها عنف تجاه الطفل خاصة من طرف الأب لما يكون عصبي والأم لما تكون ضعيفة الشخصية بتقف عاجزة أمام عنف الأب وتوقف تتفرج هي مقهورة صح ومتدايئة على ابنها لكن مش قادر تدافع عنه ومش قادر إنها تمنع العنف الواقع عليه هذا كمان كثير خطر تأثيره على الطفل لأنه أيضا بالنسبة له مصدر الأمان مين؟ ماما فأنتي لما توقفي عاجزة أمام الأب لا في أمهاد بتقولي إنه طب ما أنا إذا دخلت هيكبر الموضوع أنتي من البداية لما تقول العصبية عصبية الأب ما حاب تحصل من واحد عشرة صحيح هي في إشارات في إشارات بتبين إنه الأب حيعصب فأنتي إسحبيه من المشهد أصلا ما تخليهوش موجود لحد ما تنصل عصبية الأب للضرب فأنتي عملي انسحاب تكتيك للطفل من أمام الأب لا تخليه فرض غضبه لا تسحبه هي بطريقة مش إنه تهربه لا إنه تسحبه ماما تعال شوية أنا بدي ياك جوة يعني فهمي لأنه حست إنه الأب هو في مرحلة غضب مرحلة انفجار صحيح لا تعرضوا لهذا الشيء لأنه أنا بحكي على الأطفال للصغار أفتي كيف لكن ما يكون أكبر في مرحلة المراهقة لازم نعود المراهق إنه هو كيف يحاور كيف يناقش الأب ما يعني يخاف ولا يهرب ولا يتصادم أنا علمه كيف يكون في حوار بينهما أحياناً الأب بيكون معصب وبيضرب المراهق وهو مش فاهم الفكرة شو اللي صايت طب والمراهق واقف وساكت والأم ساكت طب علمي كيف يشرح يا بابا لو سمحت أنا ما عملت هيك أنا ما كان قصدي هيك اشرح همزة الأول مدرسة عرفناها على مرة التاريخ هي الأم الأم مدرسة إذا عددتها شعباً طيبة العراقية ليش الأم دائماً بالمواجهة ليش الأم بيبوز المتفاق؟ أول حدر تشوفه بالحياة هي يعني حتى أحياناً هي اللي تلام على خطأ الطفل طيب وين الأب؟ قاعد بيشرب شاي وحليب مثلاً يعني ولا ولا ماخد إجازة ممتربية شو إحنا لا ننكر لازم دور الأب مهم جداً وفيه يعني فيه تقصير أحياناً كثيرة من الأب في الجانب التربوي مثل ما قلت الاعتماد على الأم لكن هذا لا ينفي أن الأم 99% هي المربية الأولى هي القائد التربوي في البيت لأنه هي الأكثر احتكاكاً بالطفل وتحديداً خليناً أقول في الخمس سنوات الأولى بعد الخمس سنوات الأولى الدور الأب بيكون أكبر شوي لأنه بيبدأ الطفل ينفصل عن الأم ويبدأ يرى العالم بأشخاص آخرين لكن ماما هي رقم واحد في الخمس سنوات الأولى همسة بدي بس أذكر نقطة وأنوح عليها حياناً بيجي رب الأسرة لي هو الأب أو الرجل بيعطي اللوم لزوجته أو المرأة أنت اللي دلعتيهم أنت اللي خدي شوف تربايتك يلا شوف تربايتك يلا تفضلي طب ليش؟ طب ليش؟ طب أنت وينك؟ نحن في المجتمع الشرقي خلص يعني في عنا قالب فكري أنه الأم هي هي اللي بتربي الأب هو اللي بيشتغل بجي بفلوس ما فيش مشاركة من الأب في التربية فالأب جاي وعنده هذا المعطقة وهذا اللي قال بالفكري اللي هو تربع له للأسف هه هو عصايب السموة تربع والأب يصرف دور الأم شو إحنا الآن في يعني عصر متطور وانفتاح دور الأم إنها تكون أوعة ما تتصادم معه وتقول له آه ما أنت بتقول لي أنه أنا البربي لا 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 بطريقة ذكية هي تدخل عالم التربية وتخليه مساعد إلها بدل ما يكون مؤنب وحاسب أحياناً ويروم وبيحاسب بالضبط فهي لما تساعدوا أنه يشترك معها بصيروا هن الاثنين مشتركين وهو لو لام حيلوم نفسه معها مضبوط وكمان أحياناً بتلاقي الأب إنه مثلاً إذا الولد كان شاطر بالمدرسة وناجح والله ابن أبو بس تعالي عمل غلط بقول ترباية أمه هذه نقطة بس كمان في نقطة كتير مهمة يمكن منشوفها خصوصاً عند الأطفال اللي بالسنواتهم الأولى الأم بتكون أحياناً شخصيتها ضعيفة وما أدرت يعني تعطي المعلومة لابنها أنه هو لازم يبلش يعتمد على حاله بتلاقي هو معتمد كلياً على أمه بيكبر وهو بعد عنده هذا النوع من التعلق والاعتماد الكلي على الأم كيف بيجي دوري الأم لحتى تبلش تفصل الطفل تدريجياً لحتى يستقل ويقدر يكون له شخصية هو دائماً الدافع الحب والحنان بس لما يزيد عن حده بيخلي الطفل مثل ما قلت معتمد عليها ومتواكل من حق الطفل ومن واجبنا إنه إحنا نساعده على الاستقلالية في كتير أمهات بتخاف إنه الطفل يستقل عنها هي حاسة دائماً إنه لازم طفلي يكون بحاجة إلي والدليل مش بس طفل سوريا لا تشتريك والأب كمان مش لا 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 أكبر مثل عنا الحموات نعم أيوة حموات الفاتنية فأنت بس مش مصطفل حتى بس يكبر وبدو يتجول ويكون أكبر مشكلة عنده أنه إنت أنا ربيتلك هذا ربيتلك هذا الرجل تعطيك إياه على الجهز وهون بتيجي مشكلة هون لازم يكون في دكاء تعاون من الزوجة تجاه الأم لما تشوفها إنه هي هيك متعلقة بالابن اتراعي مشاعرها إحنا يعني بالنهاية هاي أمه ربطه أنا نقول 30 سنة فأنت اتراعي مشاعرها ما حينفع ما حينفع إنك أنت تتصادمي معه وتحسسيها إنه هي فقدته فعلاً هتخسريها وحتخسريه هو لأنه هو أيضاً هيكون متعلق فيها ومتأثر فيها فحيعتبرك عدوه وحيعتبرك إنه أنت حرمتيه من أمه لأ أنت بتكوني ذكية فبإنك أنت تكسبي الأم عشان توصل إلى الرجل بالزبط وهو كمان يوم ما تعاملي مامته حلو أكيد هيحبك بس لو أنا هتكلم على مرحلة مثلاً الخمس سنين ست سنين الأطفال اللي هي المرحلة بتتأثر بالأم بألفاظ الأم بحركات الأم بإماءات الأم حتى أحياناً بنلاقي أمهات دراما كوين 24 ساعة نكد وعمها تعيط وشفتوا أبوكم فبياخدوا الأطفال كمان نفس المنحة أبي مهم إن أنا كأم أنتبه كمان على ألفاظي قدام أطفالي وعلى حركاتي وعلى إماءاتي طبعاً الدراما كوين هاي بتتحول مع الوقت لمتلازنة أنا بسميها متلازنة النكد حالي المستلع فالطفل فعلاً يعني بلاقي أمهات ببعتولي ابني نكدي ابني 24 ساعة بيبكي ونكدي طب ما من وين من البيئة اللي حوالي هو بيمتص مثل سفنجة بيمتص البيئة من السلوك اللي حواليه وأولهم أنتي أولهم أنتي يا ماما لما يشوفك على طول نكدية عطول معصبة عطول بتصرخي عطول متوترة كله بينتقل للطفل وبيصير هو نسخة عنك بس أنت مش منتبه أنه هذي أنتي هذا هو هو إنعكاسك هو مرآتك فيه خطأ كمان كتير كبير همسا اللي بيقعوا فيه الأزواج اللي هو يعني صحيح إحنا عارفين دور الأم والعاتق الكبير على كتفها اللي هي دائما نحنا كأطفال مثلا بنزن على الأم يلا ماما بدي هيك يلا ماما طالعينا يلا ماما سوينا فانت علي فإنه كمان هو أهي بقوله الأستة زنانة بس كمان الأولاد آه زن يعني يا دوفي تتعمل تلاشي معصب منهم لا تنهي الموضوع تلاشي معصب منهم من الأيام جد بس إنه أهيانا في بعض الخلافات الزوجية اللي بيصير أمام الأطفال بتأثر على حياتهم بتأثر على سلوكياتهم بدرسين بس شوف الزن هذا من أساسيات الحياة عند الأطفال هذا من ضروريات الحياة هذا أكسوجين للأطفال فما نزعل منهم ليش لأنه هذا خلينا نقول سلاح الطفل في الحصول على ما يريد هذا قوة إرادة الطفل إنه هو يضلي زن يضلي زن لما نعصب رد فعلنا إنه إحنا عصبنا صح الطفل بيدرك إنه يعني بيربط بين هدول السلوكين بصير يستفز أكتر إذا إنت حتعصبي حتستجيبي لي إذا أنا أستخدم نفس الأسلوب معك أحيانا نسمع عارف ليش بيزن لما نتجاهله لما ما نعطيه أهمية لما نعطيه إجابات غير صادقة أو غير مبررة أحيانا وما فيش مبررات صحيحة اسمعي أعطيه مبرر صادق وصحيح وش رحيله بعد هيك عارف يعني حينكد عليك شوي يزن شوي ويروح حيقتنع ويروح تماما يمكن هذا هو متى نقول لا وكيف نقول لا طبعا همسا أنت نورتينا وموضوع فعلا مشيق أنا متأكد أن المشاهدين حتى استمتعوا بهذا الحوار ليس دائما نركز على شخصية الأم قد ما نركز على شخصية الطفل لكن اليوم بوجودك أكيد انتبهنا لهذا الموضوع شكرا لك كثير همسا سنطلع بريكم بعد هيك شكرا